ترجمة نانسي قنقر يفسر من خلاله قانون ماندل وأن يستنتج رابعاً الطالب مفهوم الرجحان التام والرجحان غير التام مفتيح الدرس التهجين رجحان التام ورجحان غير التام السلالة الصافية والسلالة الهجينة والهجونة الأحادية ننتقل مباشرة إلى الهدف الأول أن يعرف الطالب التهجين السلالة الصافية والسلالة الهجينة والهجونة الأحادية طبعاً هذه التعاريف كلها تحتاج إلى الفهم أولاً حتى نقدر نطلق بصياغة جيدة لها الماندل هو عبارة عن عالم بيولوجي هذا العالم لاحظ أن الكائنات في شكل عام عبتاخد عبر الأجيال صفات من الآباء إلى الأبناء أيها فاستنتج أنه معناه تفيع عنه شيء من خلاله عبينتقل هذه الصفات عبر الأجيال ففكر أي كائن رح يعمل عليه تجارب حتى يقدر اكتشف هذا الأمر أخذ نبات البازيلا طبعا أخذ نبات البازيلا لعددة أسباب يعني نبات البازيلا هو نبات سهل الزراعة ومحسن زراعة قصيرة رح نشوف ما هي أسباب اختياره لهذا النبات فالعالم ماندل سوى تجارب وراثية نبات البازيلا استنتج من خلالها قوانين هذه القوانين هي عبارة عن المفاتيح الأساسية لهذا العلم الضخم علم الوراسة أول شيء استنتج كلمة التهجين كيف عمل تزوج بين فردين من نوع واحد يختلفان عن بعضهما بشفع أو أكثر من الصفات الوراثية المتقابلة هذا اسمه تهجين شوفوا فردين من نوع واحد أكيد من نوع واحد يعني ما جاب والله بازيلا وجاب فصولية وبدي ساوا بينكم تزاوج لا لازم يكون في عنا الكائن اللي تتم دراسته نوع واحد ما بسريع من تزاوج بين فردين من نوعين مختلفين يختلفان عن بعضهما بالشفع أو أكثر من الصفات الوراثية لاحظوا المتقابلة كيف يعني صفات وراثية متقابلة وكيف يعني مختلفات كيف يختلفان أنا بإقل QUESTION يختلفان عن بعضهما بنفس الصفات يعني مثلا نبات البازيلة نحن عمنا نقول عاب вами دراج الصح نبات البازيلة ما بتعرفوا أنه في بعض القرون الحب بقلبها بيكون أملس وفي بعض القرون الحب بقلبها بيكون مجعد وفيه حتى قرون بقلب القرن نفسه ممكن يكون تجي حب مجاعدة وحبات ملسا صح؟ طبعا هلأ منسب البازلاء وفيكن وبالي شرعة أن تشوفوا هات الأمر من خلال البيئة أو إذا حدت زارعة أو من خلال مثلا إذا أخدتم من عند الخضارجي فيكن تلاحظوا على نبات البازلاء هذا الأمر أيوة يعني هاي صفاء نعم هاي صفاء البازلاء في عنا حب موضي بالقرن البازلاء فهذه الحبات إما تكون ملسا أو تكون مجاعدة أي معناته صفة الأملس في المجاعد هي صفة واحدة ولكن مختلفة تمام؟ يختلفان عن بعضهما بشفة واحدة وأكثر من الصفات الوراثية المتقابلة نحن ندرس نفس الصفة ولكن صفة مختلفة يعني مثلا إذا نطبق هذا الشيء على الإنسان كيف نطبقه؟ مثلا منقول لون العيون لون العيون هل هو صفتان؟ لا هو صفة واحدة صفة وراثية واحدة ولكن مختلفة فقد يكون هذا الشخص الأب عيونه مثلا زرق والأم عيونها لون عسلي صح؟ هنا الاختلاف يكون نفس الصفة ولا كيفية عن اختلاف في كيفية ظهور هذه الصفة فإذا التهجين هو عبارة عن إجراء تزاوج بين فردين من نوع واحد يختلفان عن بعضهما بشفة أو أكثر من الصفات الوراثية المتقابلة طيب الهجونة الأحادية الهجونة الأحادية هي عبارة عن إجراء تزاوج بين فردين من نوع واحد أيضا ولكن يختلفان بشفة واحد من الصفات الوراثية المتقابلة هجونة أحادية اختلاف شفع واحد هجونة أحادية الاختلاف يكون بشفع واحد الأصار في عنا هنا تمييز الهجونة الأحادية التزاوج يكون بين الفردين من أجل دراسة اختلاف بشفع واحد من الصفات الوراثية المتقابلة مثل مثلا شوفوا البازيلا صفة واحدة صفة الملساء والمجعدة هي عبارة عن صفة واحدة ولكن مختلفة الهجونة الثنائية هي عبارة عن إجراء تزاوج بين فردين من نوع واحد ولكن يختلفان بشفعين من الصفات الوراثية المتقابلة كيف يعني هذول شفعين يعني ممكن يكون في عنا الصفات تختلف أكثر من صفات نعم ممكن مثلا هاي حبات البازلاء نفسها الحبات أيضا ممكن أن تكون خضراء ممكن أن تكون صفراء فإذا كانت صفراء هاي صفة وخضراء أيضا هاي صفة ولكن هاي صفة متقابلة يعني مو صفتين كل وحدة مثلا لها موقع مختلف من حيث الصبغية لا 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 صفتين لهم موقع محدد على الصبغية ولكن متقابلتين ولكن كان فيه عندنا اختلاف يعني صفة اللون وحدة لونها أصفر ولكن لونها أخضر طيب صفة الأمنص المجاعد وحدة ملسا والتانية مجاعدة فالهجونة الثنائية درست هالنقطتين المختلفات فيهم إجراء التزاوج بين فردين من نوع واحد يختلفان بشفعين من الصفات الوراثين المتقابلة لاحظوا هون بذور ملسا وصفراء الملسا صفة وصفراء صفة صار التزاوج بينها وبين ماذا؟ بذور مجاعدة وخضراء لاحظوا إذن المجاعد يقابل الأملس الأخضر ويقابل الأصفر فإذن صار في عنا صفتين عابين ندرسوا من خلال هذه الهجونة ولذلك سميت هجونة ثنائية طيب نحن عم تقول هجونة ثنائية وهجونة أحادية طيب كيف يعني مثلا ما هي السلالات اللي يصير فيها؟ هذا الأمر بين التهزاوج والتهجين رح نشوف ماذا تعني كلمة سلالات السلالة الصافية أولا هي عبارة عن مجموعة أفراد من نفس النوع لاحظوا؟ إجباري لازم تكون نفس النوع نحن وقتنا ندرس صفة وراثية ندرسها على نفس النوع مشان نقدر نأخذ قيام ونأخذ نساب صحيح وتكون بشكل عشوائي مجموعة أفراد من نفس النوع تعطي بالتزاوج فيما بينها أفراد متشابهة جيلا بعد جيل من حيث الصفة المدروسة يعني مثلا إذا نطبق هذا الأمر على النبات البازيلا إذا كانت السلالة بذورها ملساء وصفراء هذه البذور نفسها إذا رجعنا زرعناها هذه البذور نفسها إذا رجعنا زرعناها لازم تطلع عنا نباتات بيزلا تحمل نفس هذا النوع من البذور أيضا ملساء وصفراء نرجع بنزرعها جيل تاني رح ترجع تطلع ملساء وصفراء البذور نرجع نزرعها مرة تالتي رح ترجع تطلع ملساء وصفراء البذور تمام؟ لماذا؟ لأن هذه السلالة تسمى سلالة صافية والدليل على ذلك أنها جيل بعد جيل أتزاوج فيما بينها جيل بعد جيل رح ترجع نفس الصفة نحن عم ندرسها فلذلك سميت صفة سلالة صافية السلالة استنتجنا أنها صافية لأن أفرادها جيل بعد جيل هي أفراد متشابهة للجيل الأصلي من حيث الصفة المدروسة طبعا إذا صار في عنا فرق إذا صار في عنا فرق السلالة مبقى صافية الجباري نحن ألنا حصرية لازم تكون السلالة صافية أيضا لاحظوا مثلهم مثلا الخراف تزاوج جيل بعد جيل رد نفس الشكل سبحان الله عطيت فهي سلالة اسمها سلالة صافية السلالة الهجينة السلالة الهجينة هنا اختلف الأمر عنا مجموعة أفراد من نفس النوع ولكن تعطي بالتزاوج فيما بينها أفراد غير متشابهين من حيث الصفة المدروسة ما في تشابه من حيث الصفة المدروسة نحن عم ندرس صفة معينة عطت أفراد غير متشابهين من حيث هذه الصفة يعني ممكن مثلا إذا نرجع نحكي على بات البازيلا هذا الجيل نحن عنا بذور صفراء وملساء الجيل البعده أجانا بذور أيضا صفراء وملساء الجيل البعده صار في عنا لباتات تطلع لونها أخضر أي؟ معناها ماذا؟ معناها هذه السلالات هي سلالات غير صافية سلالة هجينة السلالة الصافية لنحصرية لازم يضل الإنتاج نفسه ما بسر يتغير ولذلك صافية بينما الهجينة الأفراد بيكونوا غير متشابهين من حيث الصفة المدروسة مثل هون في عنا تجربة على الفئران المخبرية الجيل الأول يكون سلالة هجينة رح نشوفه إن شاء الله بشكل أفضل من خلال حل المسائل ومعرفة المورثات التقييم الأول يذكر المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي السؤال الأول من الصفحة 231 أسئلت الدرس التقييم الأول تضل ليه إخلاص إلى التقييم الأول يذكر المصطلح العلمي إخلاص المناسب لكل مما يلي السؤال الأول تعطي بالتزوج فيما بينها أفراد غير متشابه من حيث الصفة المدروسة نعم السلالة الهدي أحسنتي السلالة الهجينة أحسنتي برافو لاحظوا سلالة هجينة ليش قلنا هجينة؟ لأن الأفراد غير متشابهة غير متشابهة تمام؟ إذا كانت متشابهة خلاص سلالة صافية ولكن غير متشابهة معك سلالة هجينة فضلي يا لوزان السؤال البعض إجراء تزوج بين فردين من نوع واحد يختلفان بشفع واحد من الصفات الوراثية المتقابلة نعم يا لوزان هجينة أحادية نعم هي هجونة أحادية أحسنتي لماذا؟ لأنه لأننا اختلاف بشفع واحد صح؟ شفع واحد من الصفات الوراثية المتقابلة لذلك سميت ماذا؟ سميت هجونة أحادية أحسنتي السؤال البعض فضلي يا خديجة نبيل فضلي عزيزتي إجراء تزوج بين فردين من نوع واحد يختلفان بشفعين من الصفات الوراثية المتقابلة الهجونة السنائية نعم أحسنتي شزاك الله خيرا لاحظت شون الفرق؟ الفرق هون أنه شفع واحد أو شفعين؟ شفع واحد خلص هجونة أحادية طب شفعين معده هجونة ثنائية صح؟ لماذا؟ لأن الهجونة الأحادية بدأ يكون فيه عندنا اختلاف بصفة وحدة بين هجونة ثنائية اختلاف بصفتين فبالتالي حيث يكون التعريف طبعا هذه التقييمات هذا التعريف هام جدا بهذا التقييم التعريف هون مهمة ترجمة نانسي قنقر